ليس كباقي نازحي البلدة لقد عاشوا التشرد مرتين مرة حين هجرتهم الميليشات الحوثية من ديارهم في الطوير غربي تعز والأخرى حين أقر مالكو هذه المساحة اقتلاع مخيماتهم لإخلاء سبيل الأرض التي كانوا يعيشون فيها فترة النزوء حصل حرب علينا نحن كانوا القضايا فقبيوتنا رحضتوا بيوتنا فقعوا جهالا نحن رجحنا نزحنا من الطوير للرحبة الرحبة لأنجليسنا حوالي فترة قليل وقعوا مضحنت بهذلوا بنا وشمتوا بنا قطعوا بطرابيلة نحن ورحلوا بنا وشمتوا عزروا رجعنا قالوا ما نشتون نحن شبال بقعوا حقه تعامل مؤلم يقولون أشعرهم بالغربة في بلدهم بل ودفع بهم إلى أرض قاحلة تتوسط جبلين في الرحبة غربا نساء وأطفال يصطفون هنا بحثا عن مياه الشرب فقط وشيوخ عاجزون عن الحركة يقسدون حقيقة المأساة لأكثر من سبعمائة شخص في المخيم هذا هذا حبر رحبا معناه الهواب والشمس والبرد والحر ولا بر ولا سكر ولا أضاق ولا ضياق ولا معنا أي حاجة يسكن هذا المخيم أكثر من 173 أسرة داخل المخيم من غير ساكن المنازل وعدد الأفراد أكثر من 771 فرد يعانون من شدة المعاناة في هذا المخيم فالماء يقلبوه مسافات ثلاثة كيلو لجوء اضطراري لمئات النازحين في المخيم إلى قطع مسافات كبيرة لجلب المياه والغذاء والدواء من مناطق بعيدة عن المكان الذي نصبوا عليه المخيمات فالمواد الغذائية لا تأتيهم بانتظام من المنظمات الإغاثية يقولون أما المواد الإوائية فباتت شبه معدومة هكذا إذن وبوضع مأساوي تعيش عشرات الأسر النازحة في المخيم هذا ظنك الحياة منذ أن هجرتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم في الطوير الغربي المدينة فالحصول على ما يسد الرمق بالنسبة لهم أهم من تحقيق حلم العودة إلى الديار هالسعيد العربية من مخيم الرحبة غربي مدينة تعز